طبعا ياسر العطاء قال للبرهان جاهه وقال ليه ودت وكباشي تتفقوا اسلمك القيادة الكلام حقه المشهورة قال وامس ده قال اسلمك القيادة وانا خلاص والله مليت من الشغلة دي وانا قنحتها وانا قيتوا أبيت الزخيرة دي والله صراحة كده برضو رد قال ليه نفس الكلام يعني ما قيري شيء قال لي والله يا سيادتك انا برضو مليت من الزخيرة دي وقال بياباها وخلاص يا صاحبي بقزة الحصان الزخيرة دي مين ما اسمعها خلاص قلبي ده بياباها التب وقعد برجف والجسمي قعد برجف لكن ما في طريقة لازم نواصل الكلام ده يندل يدل على انه الجيش ما على قيادة القيادات حقينه الكبار زي الكباشي والبرهان والياسر العطاء الباطل له يعني الجيش تحت قيادة السناء وجماعته انا السعى الكرتي والشلالية المفسدة دي دين هم القيادة الحقيقية للجيش يعني القيادين اللامرئين بالعين المجردة دين المابين شافوا بالعين الواطحة دي تحت الطرابيزة هم دين القيادين الجيش ودارين العمليات اصلا والقادة العمليات حقين الجيش هم ناس البراء والكتائب اللاجه هدية دي الكتائب الفاسد دي دين القيادات الجيش الحقيقين يعني البرهان وكباشه ياسر العطاء الباطل دين مجرد اداة للاستخدامه فقط طلع منهم ياسر العطاء دا الاداة المقبلة يعني زي ما قال السناء في تصريح لها قالت ياسر العطاء دا خير رسول يعني ليهم وهو بكون رجو المرحلة القادمة وبالواضح كده يا اخوانا بدون لفوا دوران ولكن ما بدور بيقولp اه بالواضح لاان ناس الحريق الاسلام�� بودهم لي الله ام اي لا بقدروا بطلعوا ابقولوا عديل ولا بقدر بواصلوا كن واصلوا بودهم لي الله ولا بخلوها الجماعة دالك بودهم لي الله يا اخو والله دميحنا زاتا دميحنا والله لي بكيت لهم هاي زهريه هاي بطل لو قلوا هامي ارقيقو واعدون ازيق دين زاتا والله يا جماعة دا مصير كل زول يعني آمنان لنقي قلتوا لنجي معنا إحنا كدائم سريع وخنتونا ودل بقي فوقوا وقلتوا لنجي مع الشعب السوداني وخنتوه كذلك دل بقي فوقوا وكمان أكلتوا لنجي مع الحركة اللا إسلامية دي كالخنتوة يعني موضوع طويل والله إنتو دي لغيتو ما عارف ما حل تقعوا المهم البل والويل لكم جدا بس